طيب حضرتك وحضرتك بتدي المسأل قلت بيهنها بيضايقها بيأسبخت الشخص الأصعب على الطرف الأقوى ظاهريا في العلاقة اللي هو الرجل بيجي بقى قدامها حاجة تانية بتقوم بيها الطرف التاني يعني في العلاقة أنا حقدر أصلح الموضوع أنا عندي القدرة على أن أنا أصلح أنا عندي القدرة على أن أنا أخلي الشخص شخص أفضل دي بتبقى شخصيات بتساعد الشخص النرجيسي أنه هو يبقى نرجيسي أكتر وأكتر ويتحكم فيهم أكتر وأكتر لو هي شخصية اعتمادية هيبقى كده فعلا لكن لو هي شخصية مش اعتمادية وهي قررت أنها تدخل علاقة عشان تغير الطرف الآخر فهي هتفشل غالبا هتفشل لأنه إحنا مش بناخد الناس عشان نغيرها إحنا بناخد الناس زي ما هم كده وتغيير أنماط الشخصية ده صعب يعني لو هي ارتبطت بشخص نرجيسي أو لو هو حتى أزميلها في الشغل شخص نرجيسي أو قريبتها نرجيسية فتغيير الشخص ده صعب مش زي ما إحنا متصورين الموضوع هيبقى سهل بالعكس هيستهلكها التغيير وهتكون النتيجة صفر إذا كان الطبيب النفسي عشان يغير المريض اللي عنده اترابات شخصية بيحتاج سنتين علاج نفسي لازم المريض ينتظم فيهم في إجلاسات علاج نفسي ويكون عايز يتغير عشان يساعده على التغيير فمبالك بقى هي شخص معندهش الخبرة كافية ويمارس عليه العنف النفسي وخدي بالك إنه إن الله لا يغير ما بقومن حتى يغير ما بقفوصهم يعني لازم تكون الشخص ده يكون عايز يتغير عشان يتغير فيش حاجة ما هه أنا هغير وغصب عنه هو لازم يبقى مستبصر بمشكلته وعايز يتغير غير كده مش هينفع طيب هل العلاقات السامة تؤدي أو تسبب مشاكل صحية مزمنة؟ طبعا لأنه أنا طول الوقت في ضغوط والضغوط بتخلي جسمنا الفيسيولوجي بتاع جسمنا يفرز هرمونين مهمين جدا واحد اللي هو الأدرينالين وده اللي بنسميه فايت اند فلايت هرمون اللي هو هرمون الكر والفر يعني أنا في حار بقى وقسة بيجري ورايا يبقى الهرمون ده طالع بيطلع وقت التوتر والقلق والضغط النفسي وبيشغل سيمبساتيك نيرفا سيستم اللي هو الجهاز العصبي السيمبساوي فبقى في حالة تأهب طول الوقت مش بس كده بيطلع كمان هرمون الكورتيزول الكورتيزول لما بيطلع في الجسم بيخلي الشخص مزاجه سيء وهو بالمناسبة بيطلع بالليل ويبقى في أعلى وقت ليه الصبح فتخيل بقى انه مش بيطلع بس بالليل وأعلى وقت ليه الصبح ده مكمل طول اليوم بسبب الضغوط اللي أنا فيها فهيدخلني في حالة فسيولوجية تخليني تحت ضغط نفسي الأدرنالين والسيمبساتيك نيرفا سيستم شغالين طول الوقت وده يؤدي بقى لأمراض طبعا عضوية غير الأمراض النفسية زي ارتفاع ضغط الدم زي ان أنا يجيلي السكر بعد شوية زي ان أنا يحصل لي مشاكل صحية ليها علاقة بالشرايين بديء الشرايين زي جلطات المخ أو جلطات القلب أو غيره ده الجزء العضوي أما بقى الجزء النفسي ده أنا طبعا بعد شوية بستهلك طاقتي في العلاقة السامة دي فبدل ما بقى شخص بيعمل حاجة وبينجز وبيحقق نجاح أنا كل طاقتي مستنزفة بزرط كده أنا كل طاقتي مستنزفة في العلاقة فما عنديش وقت إن أنا أبدع أو أكون منتج في المجتمع فده بيخليني طول الوقت تحت ضغط ويخليني أدخل في حاجة من ثلاثة يدخل في الترابات القلق يدخل في حاجة اسمها الـ Adjustment Disorder اللي هو التراب التكيف أو التأقلم يدخل في البوست Traumatic Stress Disorder لو الشخص أزيني بشكل عملة روما أثرت علي في حياتي عملة صدمة نفسية أثرت عليها في حياتي بشكل كبير فده هيخليني أبقى مريض وبعد شوية هحتاج إلى علاج